أهلاً بكم. عندي سؤال النهاردة لحضراتكم. السؤال هو لماذا أنت مسلم؟ وده عنوان حلقتنا النهاردة. في الحقيقة ده سؤال للكل. لماذا أنت على ما أنت عليه؟ مهم قوي أنك تفكر كإنسان. في أي مكان أنت في مسيرة حياتك فيه. أنت اختياراتك بتعملها ليه؟ وعايش على أساس إيه؟ شيء يجب أن نبحثه ونبحثه كثيراً. كل يوم مع ربنا مع نفسك مع عائلتك مع مرشدينك. فالحقيقة السؤال ده للكل. مسلم؟ مسيحي؟ أو غير مهتم أصلاً بوجود الله؟ ليه بقى؟ لأنه لما بنسأل أنفسنا ليه؟ أما بتسأل ليه؟ بتكتشف الحقيقة عن نفسك. وعن الله أيضاً. عندما يكون الله محور السؤال. لما تسأل أنا بتبع هذا الدين ليه؟ أنا ولدت في عائلة مسلمة فبقيت مسلمة. أنا ولدت في عائلة مسيحية فبقيت مسيحي. الفرق على فكرة أنه من يولد في عائلة مسيحية ليس بالضرورة مسيحي. المسيحي يعتنق الإيمان. يؤمن بقلبه وفكره. بإرادته. المسلم إن ولد في عائلة مسيحية مسلمة فهو مسلم. الفطرة بقى وأبواه ويدبع أبواه والكلام ده كله. مش كده. حتى زكاة الولدة مسيحية والأم والأب مسلم برضو يبقى مسلم. لأنه هو الدين الأعلى. هو الدين الأخير. هو الدين الأعظم. وده قبر بقى كل الكلام اللي كنا بنسمعه. لكن ليه؟ ما كناش نعرفه. فمهمة قوي إنك تقف مع نفسك وتسأل ليه؟ تكتشف حقيقة عن نفسك وتكتشف حقيقة عن الله وتقدر تبقى إنسان يختار إن يكون على علاقة بالله. أو يكون ثابت في إيمانه. راسخ فيما يقول إنه يؤمن به. تعرف أنت واقف فين في حياتك؟ أنت إنسان بتعيش بوعي ولا لأ؟ السؤال والبحث يقول إنك إنسان بتعيش بوعي. لكن إذا كان الجزء ده مش موجود في حياتك فده يبقى تبقى عايش تحت قيادة شيء أنت مش واعي بتتبعه إزاي؟ أنا كنت مسلمة مثلاً لإني أولدت كبالك في عائلة مسلمة. وطبعاً ده لسان حال كل المسلمين اللي بيسمعوني النهر ده في الشرق الأوسط. حتى في الغرب الإسلام برضو في العائلات المسلمة بيصبح هوية كثير من المسلمين حتى ولهم إنهم مش مؤمنين بيه خالص ولا بيمرسوا بأي شكل من الأشكال. في كثير من الشباب دلوقتي ما بيعملوش كده لكن أما تسأله ويقولك لا أنا مسلم والحمد لله وهو ما يعرفش حتى يصلي. لا أنا مسلم والحمد لله وممكن تسأله مثلاً مين العشرة المبشرين بالجنة ما يعرفش هم مين وتبشروا ليه وإلا حصل ولا يعرف. أوكي؟ ولكن هو يقولك أنا الحمد لله على نعمة الإسلام وهو ما يعرفش يعني إيه اللي هو بيقوله. فإن شأت إن شأت أم أبيت اخترت أو لم تختار فإنت مسلم حسب قواعد الإسلام في الدول الإسلامية أو في العائلات الإسلامية. أوكي؟ لأنه اللي سلمه لك أبوك ومجتمعك هو اللي بتنشأ عليه. أقدر أقول إنه كثير من المسيحيين بيعيشوا بنفس الطريقة. مع إنه الكتاب المقدس لا يعلم ده بأبداً. الدين لا يورث. الإيمان لا يورث. ولكنه يعلم يتاح لنا. يعني حقف هنا وأقول حاجة يعني فكرت وأنا بشرح الأمر ده علشان خاطر كتير من الإخوة المسيحيين بيعتقدوا لأنه ولد في عائلة مسيحية يبقى مسيحي بدون فهم وقبول شخصي للسيد المسيح في حياته وفعل عمل المسيح الخلاصي على الصليب من أجله. فإحنا مثلاً أحفادي أبوهم وأمهم مؤمنين مسيحيين عايشين بالإيمان بيسوع المسيح بصورة شخصية. عندما نعلم الأطفال نعلمهم عن محبة الله الحقيقي عن شخص الله الحقيقي ونعلمهم عن اشتياق الله أن يكون لي علاقة بيهم ونعلمهم عن رعاية الله ويجي الوقت لما الطفل يعي وإحنا بنصليله نقوله جيه الوقت أن أنت تسأل ربنا أن أنت تكون عايزه في قلبك في حياتك وأن اختياراتك تكون مرتكزة على تعليم الله فنعلمه الكتاب ونعلمه الحياة مع الله ونعلمه أصول الحياة التي طاليق بشخص الله القدوس. وبعدين هو يختار. يختار أو ما يختارش دي مسؤوليته الشخصية. الأهل يصلوا يعلموا زي ما في الكنيسة كده الطفل بيتولد بيبقالوا مش حارفة أقولها صحة ولا لأ لكن الإشبين اللي بيعلم الأم والأب اللي بيعلموا في الكنائس الغربية بيتقال عليهم مثلا أو مثلا جود ماذر يعني اللي حيرعوهم إلى جانب الأهل. الحياة مع المسيح محتاجة معلمين مرشدين متلمزين علشان يرشدوك تمشي معه ازاي؟ تعيش تمثله ازاي؟ حسب كلمة الله وحسب قلب الله. فالمسيحية اختيار، الإيمان اختيار، الإيمان بكل أشكاله اختيار. محدش يقدر يحشر في قلبك إيمان أنت مش مقتنع به. لكن أنت تستطيع أنك تاخد قرار أنك هتؤدي هذا الدور في حياتك كشخص مولود في عائلة مسلمة والأمر مش يعني بالنسبة لك أنت فاكر أن أنت استلامت دين فهتعمله خلاص، طقس فهتعمله خلاص. ده لا يخلص. ولكن في مشاكل في الأمر ده لأنه وإحنا مسلمين ما تعلمناش معنى الخطية ومعنى الحاجة للخلاص وما هي حقيقة الخلق واحتياجنا لمحبة الله والتعامل والقرب مع الله كان شيء بعيد جدا عننا. مش كده؟ المسلمين اللي بيسمعوني النهار ده عارفين أن دي حقيقة. فبين الشرق والغرب فيه فروقات زي ما قلته أنه يعني لازم نعرف أنه حتى في الغرب فيه ناس مسلمين بيعيشوا فكرة الإسلام على أنه هوية. هوية قومية مثلا أو في الغرب أو في الشرق يقولك ده دين الدولة وليس اعتناق وإيمان أشخاص بصورة شخصية. هنا ده بيفكرنا لما نكون عايشين اتربينا على كده أنا عملت لكم حلقة قبل كده عن الخروج عن القطيع. الإنسان اللي لازم يفكر علشان يخرج عن القطيع اللي ماشي وراء أنت إنسان لك شخصية. الله خلقك لأهداف معينة بصورة معينة بتصميم خاص لك أنت وحدك. الله عمله علشان تكون متميز ومميز. الاتنين تميز وتمتاز عن الغير. لكن إحنا في وسط الإسلام إحنا في داخل قطيع من الناس. إيه اللي بيحصل بقى لما نخرج عن القطيع؟ لما نخرج عن القطيع نكون اخترنا فكرنا اعتنقنا شيء إحنا مؤمنين به. مسلم بقى مسيحي. اختيارك أنت إنك تكون عارف لله بطريقة تشبع قلبك. إنك تبحث عن الله الحقيقي ولا تستلم أشياء أنت مش فاهمها. أو تقول يلا أنا بأدل العلاية والسلام. لكن أنت مش عارف النتيجة هتطلع صفر ولا مية في الآخر. أنت مسلم أو مسيحي النهار ده باختيارك أم مجبر ونخاك على بطل؟ أم ماشي في وسط القطيع؟ أنت عارف أنت مسلم ليه؟ أنت عارف حقيقة ما تتبع أم مبرمج على قبوله وإنت راضي؟ لما نقول مبرمج دي يزعل قوي المسلمين ويقولوا يعني لا لا إحنا مش مبرمجين إحنا فاهمين. على فكرة فيه فرق. بين الدين اللي تعلمناه في بيوتنا البسيطة اللي مش متطرفة. يعني اللي بتعلم الإسلام على أنه يعني ده جزء من حياتنا واللي تربينا نسمع أهلينا بيقولوه عن الإسلام ومحمد والقرآن وبدايات الإسلام والكلام ده كله. القصص اللي يعني جزء كده يعني طفيف جدا من ملايين القصص الموجودة في آلاف الكتب أو ملايين الكتب الموجودة عن الإسلام من بدايته إلى النهاردة. إحنا أخدنا أجزاء طفيفة اللي نقدر نبلعه اللي يتوافق مع عصرنا استلمنا وخلاص. فنعم برمجنا. فأنا النهاردة أنا كأماني مصطفى خرجت من الإسلام لإني رفضت البرمجة. لإني وجدت الله الحقيقي وهقول لكم إيه اللي شدني وليه النهاردة أنا مسيحية في الآخر. فأنت تختار أنت من بتاع نظرية قلوله ولا عندك رأي ولا مش مهتم. أنت بتكرري اللي سمعتيه اللي استلمتيه اللي تعلمتيه ما بين البيت والمدرسة ولا درستي. الإسلام حقا. يعني مثلا عايزة أوريكو أنا حطيت الإعلان الحلقة على الفيسبوك. لماذا أنت مسلم. فإنجي كتبت لي. أهي إنجي السلايد بتاعها موجودة هو. بتقول لي بقى إيه. أنا سألت سؤال هل الإسلام يجيب على كل أسئلتك؟ فقالت لي آه ياريت تكبر لي. أيوة الإسلام بيجيب على كل الأسئلة. نعم الإسلام سهل فهم الحياة بقى ما عاش عرف إيه للأطفال. نعم الإسلام سهل الحياة ببساطة. نعم الإسلام لا يتعارض مع العلم ولا الحياة ولا يكلف المسلم أكثر مما يستطيع. بصوا. هي ردت علي لأنها تنرفزت من سؤالي. وأنا صدقين يا إنجي أنا مش عايزاك تتنرفزي من السؤال. أنا بسأل علشان أنت تعرفي. وإذا كان عندك حاجة إحنا ما نعرفهاش على الإسلام قللنا. علش يعني. نعم ما تقولك نعم الإسلام يجيب على كل الأسئلة. ده غير حقيقي وغير مثبت. وأي يعني إيه الإسلام يجيب على كل الأسئلة. ده إنتي عندك أسئلة كونية ومثلا في موضوع الخلق في فهم الإنسان فهم الخطيئة فهم شخص الله. في أسئلة كثيرة يقولك الإسلام لا يتعارض مع العلم مثلا ولا الحياة. لا الإسلام يتعارض مع العلم دغري كده ويش. الإسلام يتعارض مع العلم في أمور كثيرة جدا. إذا كان من بداية الخلق إلى دوران الأرض ولا شكل الأرض ولا يعني الشمس تغرب في عين حمئة إلى إنه الإنسان بيخرج من ماء ندافق بين اللي مش عارف إيه والترائب وإنه يعني صدقويا ما كنتش عارف الحاجات دي خالص. يعني إيه بين الصلب والترائب. يعني البيبي يخرج من صدر الإنسان إزاي؟ مثلا حد يقولي إن دي نظريات علمية لا يتعارض مع العلم لا يتعارض مع العلم. روح إقري 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 بس. لا يتعارض مع الحياة لا يتعارض مع الحياة. الإسلام يفصل الإنسان بالكامل عن المجتمعات اللي حوالينا. لإنك مختلفة لإنك ترفضي الديمقراطية. ممكن إنجي ما تكونش بترفض الديمقراطية بس الإسلام بيرفض الديمقراطية. حواليكم في الحلقات القادمة نعمل أحاوش لكم حاجات عشان تشوفوها. في واحد في وقت الانتخابات اللي دايرة دلوقتي سواء كانت في إنجلترا أو في فرنسا. واحد شيخ طالع يقولهم حرام إنكم تشتركوا في الانتخابات. اللي انتخابات لإنكم بتنتخبوا حكومة كافرة. طب إنت عايشت ليه في البلد الكافرة؟ وبتاكل وبتشرب في البلد الكافرة. ليه؟ الإسلام لا يتوافق مع الحياة ولا يتوافق مع التطور بأي شكل من الأشكال. خلى حياة المسلمين سهلة؟ لا ما خلاش حياة المسلمين سهلة. أنتوا طول النهار بتجهدوا في إنكم تعملوا أعمال علشان خاطر يعني إذا كانت الصلاة ولا إطعام مش عارف إيه ولا الصيام ولا دا أعمال 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 علشان خاطر في الآخر تشوف يمكن ميزانك حيطب أو ميزان حسناتك حيطب ولا ميزان زائقاتك ولا مش عارف إيه. لا. الحياة في الإسلام مش سهلة. الحياة سهلة على الستات في الإسلام؟ لا مش سهلة على الستات. الحياة سهلة على الرجالة اللي تعلموا إنهم يفكروا في الشهوة والجنس أول حاجة كده يعني تيجي لزهنهم كل ما صدروا الدين عن العلاقات الجنسية. واحد عمل لنا دلوقتي برنامج اسمه اسأل وعائشة. هنسأل بقى أم المؤمنين عائشة. هو عنده حق لأنها هي حطت يعني الأحاديث كلها اللي مسكة الأمور الجنسية والأمور اللي تختص بالحيد وده 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 وكلام ده والعلاقات الجنسية اللي كانت بينها وبين محمد اللي بقيت مثل ليكم هو ده بقى اسألوا عائشة كله كده. فيخلي فكر الإنسان مفيش غير كده اغتسل من إيه وما اغتسلش من إيه وتوضى إمتى وما توضاش إمتى والكلام ده كله. حياتكم مقننة بتفاصيل لا تجعل الأمر سهل. اللي يخليكي تتصلي بشيخ على التلفزيون عشان تسأليه تغتسل إزاي ولا تتوضي إمتى ولا أنا عندي مرض مش عارف إيه أصلي هنا قاعدة ولا أنا قايمة. يعني النوع ده من الرسائل بيحتوي على مغلطات كتيرة وتكرار اللي سمعتوه واللي بترددوه من غير دراسة. مثل تاني بقى أحمد أحمد بقى شوفوا إيه أحمد هيقول لي إيه عشان أحمد الحقيقة يعني كان مش بس بقى بيقول أنا مسلم علشان الإسلام بيجاوب على كل الأسئلة. ده بقى إيه هيروح مديني بقى أسئلة هعجز أنا عن ردها دلوقتي. الحاجات برضو اللي بيسمعها إن المسيحيين طبعا كل أسئلته عن المسيحيين اللي هو كتبها دي فيها مغلطات لأنه فاكر إن إحنا محناش عارفين مثلا عندنا الكتاب المقدس فيه كم فصل أو إصحاح أو سفر أو مثلا يعني. أوكي وبيتكلم على المعمودية وهو مش فهم يعني إيه معمودية والأطفال بتتعمد ليه ويتعمدوا إمتى وما يتعمدوش إمتى والكلام ده كله والأطفال اللي ماتوا أثناء التعمل يعني برضو حاجات مكررة هو مش فهمها بس أنا يعني هاخد الجزء الأولاني بيقول ساري إنه أنا مسلم لإن الإسلام بيجاوب على كل الأسئلة شرحت أنا في الحتة الأولانية والإن عندنا كتاب واحد وبنعبد رب واحد وما تقدريش تغيري تشكيلة حرف وإنتي بتقري القرآن إلا وفيه مسلم هيعدلك عشان المسلمين كلهما صمح حافظين القرآن وهيعدلولك كيه؟ تعالي بقى عندك في المسيحية في أسئلة ما لهاش إجابة هو قرر الأسئلة ما لهاش إجابة أنت لم تبحث لا في دينك ولا في دين غيرك ساري يعني قولك الإسلام جاوب على كل الأسئلة كتاب واحد ورب واحد وبعدين مش هتقدر يتغيري تشكيل حرف أنا هرد على أسئلتك دي يا إما في آخر الحلقة يا إما في الحلقات اللي جاي أنت قيل لك أنك ما تقدرش تغير تشكيل ولا حرف ولا مش عارف إيه لكن حد قال حضرتك أن التشكيل والتنقيط لم يكن موجود في وقت كتابة القرآن وأن فيه اختلافات كتيرة بين قرائين مختلفة في العالم وأن هذه الاختلافات لا تؤدي في اختلاف في التشكيل فقط هنا ولا هنا لا ده تؤدي إلى اختلاف في المعاني بالكامل وأن هناك قرائين يعني مثلا قرائين مختلفة في العالم كله مثلا إذا كان ورش ولا حفصة هتلاقي فيه بينهم اختلافات تؤدي إلى اختلافات في المعنى بالكامل شوف عشان أنا بس عايزة تديلك لمحة عشان فيه ناس كتير كتابولي بعد حلقة الحلقة بتاعت الأستاذ محمد المسيح اللي كانت معايا من ثلاثة أسابيع أنا بقولك شاهد الحلقة دي هتلاقيها موجودة على الفيسبوك وهتلاقيها موجودة على اليوتيوب فيه ناس كتير كتابولي يقولولي يعني إيه ما كانش بنقط صدقوني أنا كمان أول ما تعلمت الموضوع ده واكتشفته بقولك إنه أنا مكنتش عارف برضو إنه إنه القرآن عندما كتب لم يكن منقوط لكان منقوط ولا كان مشكل والعربي ما تقدرش تقرأ يعني شاهد مثلا دي لو كتبت شاهد تبقى ساهد من غير نقط مثلا ولا تبقى يعني ممكن تقرأها بصور مختلفة بعيد يبقى يعيد تعيد يعيد هكذا كان القرآن وإنه المخطوطات القديمة كلها كانت كده عرفتوا منين القرآن بيقولك إيه شاهد الحلقة بتاعت الأستاذ محمد المسايح عشان تفهم فكرة البحث عن الدين البحث في الدين والبحث عن الله والحقيقة مهم إنك تبحث في دينك علشان الهدف إنك تلاقي ربنا يعني شوف إحنا اتولدنا نتبع كده هذا الإله ويعني بلا فهم إحنا بنتبعه ليه وبنتبعه لإنه الأولين تبعه وبنتبعه لإننا هنخايفين من عذابه وبنتبعه لإنه اتعلمنا كده ولو ما عملتش كده تبقى مقصر وفي الآخر هتدفع التمن باهز في جنة وفي نار وفي صعوبة في إنه الإنسان يدخل الجنة مش كده روحوا الحلقات بتاعت الجنة والنار وهتقفوا فين وفي حق تيتبني هنا وفي الصراط المستقيم مهازل وإله مش بيسهل الأمور أبدا هو قاعد هيحسبك بالوحدة بالنقطة فلازم تبحث إنه أنت بتتبع الإله الحقيقي ولا لأ شخص هذا الإله بيقول عن نفسه إيه تصرفاته مع الإنسان بتعرفك عنه إيه علي جمعة في برنامج نور الدين اللي عملوا في رمضان اللي فات أول حلقاته كان عن موضوع صحة الدين الإسلامي وإحنا ليه اخترنا الإسلام وإحنا ليه النهارده مسلمين وقال في البداية إنه كل المسلمين في العالم كل المسلمين في العالم يتفقوا على إنه هو الدين الصحيح وكان بيكلم مجموعة من الأطفال يعني مثلا في عمر 19، 11، 12 وهكذا وبيدي معلومات مغلوطة وبيعلم أسلوب غير علمي في الحديث علشان إيه؟ علشان يبرمج عقل الأطفال هو بيقدم لهم خلاصة هو رسمها بالأسلوب اللي هو عايز يوصله فالأطفال دول يبرمج عقلهم على إنه لا لا هو فعلا ده الدين الصحيح وإحنا لازم نتبعه من غير ما يتعلم أنا أدور إزاي لكن الواقع هو يقولك إنه كل المسلمين يتفقوا إنه في العالم كله على إنه ده الدين الصحيح الواقع بيقول غير كده خالص العكس صحيح لإنه النهارده المسلمين ابتدوا يسألوا ويفكروا كل ما قدمناه ليكم على قناة الحياة من برامج ومواد إداتكم أبواب مفتوحة لإنك أنت تقرأ وإنت تفكر وإنت تختار وإنت تعرف محبة الله الحقيقي وشخص الله الحقيقي كل ده خل النهارده المسلمين بيسألوا شباب والشيوخ أنا عندي على برنامج المرأة المسلمة فيه ناس في التمانينات رجال أو ستات بيكتبوا لي وبيقبلوا المسيح وبيغيروا المسار وفيه حتى أطفال 14 15 16 سنة النهارده بيكلموني وبيسألوا وبرد عليهم وبيديهم مواد يقروها نحن لا نغير إيمان الإنسان ولكن الله يغير القلب فيتغير القلب فيتغير إيمانك وإنت فاهم عايزة أقول لك أنه يا شيخ علي وكل الشيوخ اللي سمعيننا النهارده العكس صحيح وبشهادة المسلمين في كتير من المسلمين النهارده تركوا الإسلام وبشهادة المسلمين هما بيحاولوا بقى دلوقتي يعلموهم الدعوة علشان خاطر ما يسيبوش الإسلام بص كده اسمع معي وعندنا إحصائيات كل سنة تقريباً مئة ألف مسلم بيطلع من الإسلام كل سنة مئة ألف مسلم واو حصائي كبير هاي الحقيقة أنه يعني في أكتر كتير من مئة ألف مسلم دي إحصائياتهم هما اللي بيقولوا أنه مئة ألف مسلم في أمريكا بس أنا أقول لكم أنه في في العالم كله اللي النهارده بيسمعوا وبيدرسوا وبيقبلوا المسيح مخلص في حياتهم وده بيكون اختيارهم الشخصي بعد الدراسة بعد الصلاة في أمور كتيرة ربنا بيفتحها أمام المسلمين وأخواتي العابرين النهارده اللي بيسمعون يعارفين أنه مثلاً في ناس الله تعامل معهم برؤى ومعجزات وكل ده ولكن النهارده حتى لما الله بيتعامل معانا برؤى ومعجزات إن لم يتغير فكري وقلبي معاً إن لم أدرس مامشيش كده حتى وراء المعجزة والرؤية ما تمشيش امشي وراء كلمة الله ادرس كلمة الله في الإسلام لم نتعلم ده فخليني أقول أنه لا فيه المسلمين كتير بيسيبوا الإسلام والمسألة مش أنه هما بيروحوا للإلحاد هو الإلحاد ده يعني كلمة بيقولوها علشان خاطر أنا ملحد أنا بأؤمن بوجود الله بس علشان ما يقولش أن أنا بدور في المسيحية أو بقيت مسيحي لأنه ده يعني بيسبب مشاكل كبيرة لي لكن كتير منهم بيعلنوا دلوقتي وبيخرجوا ليه الأسباب اللي بيسيبوا ليها فيها الإسلام لأنه لا يجيب على شيء ولأنه دين غير منطقي وغير علمي وضد حقوق الإنسان وضد حقوق المرأة ويعلم الشزوز الفكري والتطرف الإرهابي والنتيجة بينا في العالم كله حوالينا شوف النهاردة المسلمين اللي بيروحوا يعيشوا في الدول الغرب زي فرنسا، إنجلترا، الحزب اليساري كسب في فرنسا وده مدعوم من المسلمين وده حيدي للمسلمين حقوق أكتر في فرنسا وكده إمبارح حصل إيه؟ كنيسة تانية بتتحرق غير النوتر دام مثلا كنيسة أثرية في فرنسا مين اللي بيحرقها؟ المسلمين بتعملوا كده ليه؟ ده أنتم المفروض إنكم هتاخدوا حقوقكم وهتعيشوا في البلد بسلام وهيبقى لكم إقامة أكتر ليه؟ أنت بتعمل كده علشان أنت عايز توري الناس اللي هناك إنه المسلمين قادرين وإنه المسيحية غلط وإنه لازم في حتة إرهاب وتعدي كده الأسوأ من كده بقى إنه واحد إمبارح جزائري مسلم دبح واحد قاعد على كافي في فرنسا لأنه معدد الإسرائيل عادي التطرف الإرهابي اللي بيعلمه الإسلام إنه حتى لو أنت هتخسر حريتك وروحك ونفسك لأنه هذا الإله يطلب منك التضحية بهذا الشكل عادي يضحي بنفسه وبس أتله واحد كافر إذن هذا الفكر متطرف ويعلم الإرهاب كلنا كنا حافظين مش فاهمين لأننا اتربينا على سماع ناس زي علي جمعة ده يقول لنا كلام حلو كويس كده وبعدين إيه نخرج نلاقي الحقيقة غير كده خالص خليني أخذ مكالمة الأخت في ريال أهلا أخت في ريال بتفضلي حبيبتي أهلا في ريال بتفضلي أخت أماني سلام عزيزتي ونعمة المسيح معاك والرب يباركك ويباركك الرب حبيبتي أنت أخبارك إيه وصحتك وصحت زوجك العزيز عزيزتي أختي الغالية هو فعلا هذا اللي كتب علق على الفيسبوك بأنه الإسلام هو دين سهل هو رب المجد يسوع المسيح له كل المجد قال في أمه الطهر ادخلوا من الباب الضيق الباب الضيق هو الإيمان المسيحي الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونهم أما الإسلام فهو سهل صحيح ليش؟ لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك بالنهاية يؤدي إلى الهلاك وليس إلى الحياة الأبدية فهو مثل ما ذكرت أختي الغالية أماني هو دين ذكوري فعلا دين ذكوري بعدين لما يوصف المرأة الحمار والكلب الأسود وعورة وناقصة عقل فهذا أكبر دليل على أنه دين ذكوري وبعدين ذكر أنه هو سهل على الأطفال فبضميرك أعطيني بس آية واحدة اللي كان يقول عن رسولك محمد أنا سوري على هاي الكلمة لكن أنت تقول أنه لا حياء في الدين يطوف على نسائه بغسل واحد هم هو هذا سهل على الأطفال فتسروا للطفل فتسر هذه الأخلاف وسموه وبعدين بول البعير ورضاعة الكبير وغيرها وغيرها من هذه الأمور وبالنهاية وين رح تقضي أبديتك ماكي لا قداسة ولا بر ولا طهارة أما الرب يسوع المشيد له كل المشيد يكفي هو اللي يعطانا الحياة الأبدية واللي هو قذوتنا ومعلمنا ونقتدي به وهو ربنا وإلهنا ومخلصنا يا رب الرب يرحمكم وتعرفونها من الإله الحقيقي ويحرركم ويغير قلوبكم باسم يسوع أصلي شكرا يا فريال شكرا أنا أسفل ما سمعتش طيب خليني أعلق على كلام فريال لأنه المسيح قال ادخله من الباب الضيق على فكرة الاختيار مش لأن المسيحية باب ضيق لكن لأنك لازم توقف مع نفسك وتختار أنك تترك الشر وتلتحق بما يناسب الله مش لأنه المسيحية حياة صعبة هي والاختيار دائما أنك تموت عن ذاتك أنك تترك الخطيئة أنك تترك الظلمة أنك تترك أنك تتبع المسيح في وسط عالم مثلا زي العابرين اللي بيختاروا أنهم يتبعوا المسيح وهم في وسط عائلتهم إذا كانوا في السعودية ولا في اليمن ولا في القاهرة ولا في مصر أينما كانوا ده طريق صعب لكن بيختاروا فالاختيار هو الصعب كذلك اختيار المسلم أنه يدرس ويقول لا أنا مش موافق على ده ولأ أنا بعترض على ده بيجعلوا مثلا زي الناس اللي يقولك أنت اللي بيتسألوا في الدين واللي عايزين يصلحوا الفكر الإسلامي والكلام ده كله والإصلاح الديني والكلام ده كله المسلمين بيعترضوا عليهم ده طريق صعب عليهم فالتفكير دايما صعب التفكير دايما يؤدي بيك لأنك تعمل اختيار ياخد موقف يغير حياتك وممكن حياة الناس اللي حواليك كمان خلينا نسمع علي جمعة وهو بيكلم الأطفال في الحلقة الأولى دي بيديهم عنوين كبيرة كده فخلينا نسمع الفيديو الأولاني ده وبين ايه علق عليه الإسلام دعانا وأجاب لنا عن كل الأسئلة الفلسفية التي شغلت بال الناس كله عبر القرون ولما يأتي دين فيجيب على كل الأسئلة فإنه يقدم لنا برنامجا متكاملا واسعا تطمئنوا إليه النفوس قدم لنا برنامج واسع وشامل وتطمئن إليه النفوس وجاوب على كل الأسئلة علشان كده بقول لكم إنه الإخوة اللي ردوا على سؤالي هل أجاب الإسلام على كل أسئلتك قال آه طب يا ريت تكتب لي إيه الأسئلة اللي أجاب عليها الإسلام بالنسبة لك مثلا إيه الأسئلة الكونية الأسئلة الفلسفية زي ما بيقول عليه جمعة كل كل الأسئلة بتاعة الفلسفة كلهم حد يقول لي إزاي أنت يعني أولا ده بيعلم الأطفال أو المسلم عموما إنه ما يفكرش بطريقة علمية أولا علشان تعمق تقول حاجة جملة زي دي لازم تكون يعني تترك مجال للشكل لأنه الإسلام لا يمكن يكون أجاب على كل أسئلة الفلسفة لا يمكن لأنه الإسلام مثلا يعترض أصلا على وجود الفلسفة والمنطق وكثير من العلوم الحديثة والقديمة اللي فيها تساؤلات عن الله والوجودية وشخص الله والكلام ده كله بيرفضها ليه بقى؟ لأنها هتاخدك في الضلال فأنت رديت إزاي؟ إنك لغيت العلم؟ مثلا؟ مثلا يعني أنا بس خليني أنا أركز في نقطة إنه علشان يبتدي حتة إنه الإسلام دين صح فكان لازم يقول لهم الإسلام رد على كل حاجة وطبعا دي بيعلمهم إنه ما يدرسوش صح وإنه ما يكونش حيادي في دراسته لأنه عشان تدرس وتفهم لازم تكون حيادي لازم تدرس بطريقة علمية وتقرأ للي موافق وللي غير موافق المعارض عشان تخرج أنت بتقييمك وتأديرك للأمور وليس ما استقلمت فقط خليني يقف هنا وأعلن لكم عن الحلقة اللي جاية لأنها تكون حلقة مهمة جدا وأنا سعيدة جدا بما أننا النهاردة بنتكلم عن البحث والعلوم الإسلامية والقرآن والتاريخ الإسلامي والكلام ده كله إحنا هيكون معنا سنلتقي بباحث في العلوم الإسلامية والقرآن والتاريخ الإسلامي وهو الأستاذ مالك مسلماني الأستاذ مالك مسلماني باحث معروف وأيضا هو زميل لنا على قناة الحياة وله الكثير من البرامج المهمة اللي نتكلم فيها الأسبوع القادم لكن خلينا نشوف الإعلان عن حلقته هيكون معايا الأسبوع القادم حضروا أسئلتكم في موضوع الحلقة أو في الدراسات الإسلامية ونتقابل مع الأستاذ مالك تفضلوا زيد بن ثابت أحد أهم الشخصيات الإسلامية في عصر محمد لماذا اختاره محمد كاتباً للقرآن واختاره عثمان جامعاً للقرآن هل كان زيد المصدر الرئيسي للقصص اليهودية في القرآن؟ للإجابة على هذه الأسئلة وأسئلتكم أيضاً بيشرفني استضافة الباحث الإسلامي والكاتب المعروف الأستاذ مالك مسلماني انتظرونا يوم الجمعة الموافق 19 يوليو في حلقة مباشرة من برنامج المرأة المصدر خلينا نعود لموضوع الكلام عن الشيخ علي جمعة الشيخ علي جمعة لم يجب على ولا سؤال واحد والإسلام لم يجب على ولا سؤال واحد خلينا نشوف الفيديو اللي بعده نشوف هو بيأكد للأطفال إزاي فكرة أنه إقباله زي ما هو شغل الفلاسفة أنفسهم بالإجابة على سؤال من أين نحن سؤال عن الماضي سؤال عن بدء الخليقة وبدء الخليقة لم نحضرها ولم نرها ولذلك كان السؤال مشروعا من أين نحن ما الذي أتى بنا في هذا الكون من الذي خلقنا ربنا وجدناه يجيب عن هذا السؤال بأنه الله في منتهى السهولة فالله سبحانه وتعالى إذا قال لشيء كن فيكون وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالخلق فأجاب عن سؤال حائر لدى البشرية من أين نحن فكرة الخلق وإحنا مين دي هي أحد أكبر مشاكل الإسلام حقيقي يعني لأنه لا يقدم حل اليهر ولا يعرف هدف خلق الله للإنسان وقصة الخلق في القرآن مشوهة وحتى في الحديث مشوهة ومتخدة من يعني كتب أخرى غير مثلا جزء من الكتاب المقدس أو جزء من الكتب اللي كتبوها اليهود زي المدراش مثلا أو أيا كان متخدة من كتب كثيرة ففي تشويه لفكرة الخلق في الإسلام أنا الحقيقة يعني دي أكتر حاجة لفتت نظري لأنه لما ابتديت أقرأ الكتاب المقدس أول حاجة قارتها كان من بداية سفر التكوين ولما الكتاب مباشرة بيحكي لنا قصة الخلق وإنه الله ربنا في البدء خلق الله السماوات والأرض وياخدنا الله في الصحات الأولى في سفر التكوين إزاي خلق كل شيء إزاي كون كل شيء ويقولك إنه في الآخر في اليوم الأول رأى الله إنه ده حسن وإنه خلقته كانت حسن وإنه يخلق الإنسان وآدم وحوى ويقول إنه إنه ربنا شاف إنه ده حسن جدا وإنه الطريقة اللي ربنا اتكلم بيها مع آدم وحوى وهدف خلق الله للإنسان ويقول إنه الله خلق الإنسان على صورته وعلى شبهه على صورته ومثاله ويتكلم عن العلاقة بين الرجل والمرأة على إنها علاقة مقدسة وإنه ما جمعه الله لا يفرقه إنسان وإنه اللي اتنين نفس بقوا نفس واحدة يعني الصورة لخلق الإنسان كانت يعني واضحة جدا لأول مرة قاريتها في الكتاب المقدس انبهرت لإني ما عمريش تمعتها كده إحنا سمعنا عن يعني القصص المشوهة للشيطان اللي بي يعني أسطورة الآدم وحوى في القرآن لما تدور على فكرة الخلق في القرآن تلاقي أنه في آيات في صور متعددة ولكن كلها ما تؤديش بيك لأنه إزاي حصل موضوع آدم وحوة والخطيئة والكلام ده كله لكن قصة آدم وحوة والمفهوم لمعنى الخطيئة اللي حصل وآثر الخطيئة لما تسمع الحديث بين الله وآدم وحوة في البداية تفهم لكن ده لا وجود لي خالص في القرآن قصة انه الشيطان ده كان مخلوق من نار وانه ربنا قال لهم تعالوا كلكوا سجدوا إلا إبليس أبا وتكبر وفكرة انه الله يطلب السجود لآدم لخلقه لإنسان فيجعل الإنسان بقى دي السبب يجعل الإنسان بقى مركز القصة وليس الله المشكلة انه الإسلام بياخدك من انه الله هو مركز كل شيء في الكتاب المقدس من الأول تلاقي كده في البدء خلق الله كاذا الله الوهيم ونرى ان الله مصدر ومركز القصة وليس الإنسان هتلاقوا بعد شوية علي جمعة بيقول الإنسان والمركز الإسلام شوه فكرة الخلق صورة الملايكة وإيه الفرق بين الملاك والشيطان ودول مخلوقين من نور ودول مخلوقين من نار والتوهان وطول آدم إزاي آدم طور من الجنة وكان طوله قد إيه وإزاي رأسه كانت بتحك في السحاب في الأحاديث بقى ويقولك عشان كده رعع حاجة يعني كلها أقاسيس وأحاديث ألف ليلة وليلة كل ده ما كناش نعرفه لكن اللي ما كنتش تعرفه أكتر هو السؤال إحنا تخلقنا ليه إحنا في الإسلام تعلمنا إن إحنا خلقنا لنعبد الله وكأن الله يحتاج عنا من الله محتاج لعبادة البشر هو يقولك له مش محتاج هو بعيد هو يعني لكن إحنا برضو عبيده ليه يعني لشيء ما في نفس هذا الإله هو محتاج حد يعبده لكن بالعكس في الكتاب المقدس الله خلقنا لأنه أحبنا وعندما أخطأ أدم وحوة الله وضع خطة لإنقاذ البشرية لأنه أحب أنه يوعدهم ليه مش يهلكوا إلى الأبد الله لم يخلقنا للهلاك ولكنه كأب خلقنا لنكون لنا علاقة وعشرة معاه ده فرق فرق كبير فحبة في الوقت ده كمان أشير إلى حلقات عملها الدكتور أشرف عزمي برنامج عبر الكتاب الحلقات تقريبا أربع حلقات من حلقة 286 إلى الحلقة 289 هتلاقوا فيها تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع لكن الحلقات بقى دي عنوانها لماذا أنا مسيحي وهتلاقوا فيها تقابل بين الإسلام والمسيحية لكن مهم تعرف الكتاب المقدس حقيقة بيقول إيه في موضوع الخلق الله لم يتركنا ولم يترك نفسه بلا شاهد والكتاب المقدس بيقول كده الكتاب المقدس لم يترك مجال للتساؤلات لكن كان دقيق الوصف والتعبير عن أهداف خلق الإنسان من أهم الأمور اللي بشوفها يعني تختلف تماما عن الإسلام إن الله تكلم مع أدم وحوة وإن هذا الكلام مباشرة مع أدم وحوة يخليني أبقى عارفة إنه الله ما سبش آدم وحوة كمثل للإنسان نعود نحذر هنعمل إيه وده إداني أنا كإنسانة فهم لإن الله يعتني بإني أفهم أنا معاليه أفهم هو بيحبني ليه لكن في الإسلام إحنا تقدم لنا معلومات مشوهة لكنا نعرف إزاي يعني الخليقة حصلت ويعني ولا إحنا مخلوقين ليه إلا لعبادة هذا الإله الأطفال بيسألوا يعني في هذا الموضوع وبيسألوا طب إنت عرفت منين خلينا نسمع خطاب فيه نوع من أنواع الرفق اللين وإذ بنا نجده سبحانه وتعالى يصف نفسه ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولما يأتي يصف نبيه يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أحببنا هذا التفتنا إليه قلوبنا مالت إليه فأسلمنا وأسلمنا أمرنا لله رب العالمين ده بقى يعني ضحك على الأطفال وضحك على المسلمين هو محور الفيديوهات اللي جاية كلها الأطفال بيكرروا فكرة طب إنت عرفت منين الإسلام صح عرفت منين إن محمد رسول الإسلام لكن هو أخدهم في فكرة يعني هلمية كده إنت عرفت منين إن الإسلام صح فلا بيقولك بقى إيه قصحنا في أسماء لله أنا قطعت الحدة دي إنه في أسماء لله وجدوا إنها أسماء وصفات يمكن أكتر من 240 اسم وصفة وقسموها لصفات الجمال والجلال وجعلها يعني التصنيف ده والتقسيم لهذه الأسماء والصفات واستخدم ده في إنه يقول إن الله خطبنا أولا بالجلال فقال إيه بالجمال ساري بسم الله الرحمن الرحيم فكلمنا بالجمال الأول وبعدين الجمال تاني ده اختيار الله وإنه لما أما خطبنا بالجمال ثم الجمال وليس بالجلال ثم الجلال زي مثلا المنتقم الجبار ليه قال كده عشان الخطاب الرقيق والرفق وإنت بتشوف كده ربنا يعني بيكلمك إزاي كي الحقيقة إن ده ضحك على الأطفال إنه هو السؤال هل هي دي أول صورة نزلت مثلا عشان تقول إنه دي كانت البداية إنه الله كلمنا بالجمال سما الجمال لا إحنا تعلمنا دي تعلمناها إنه محمد أول حاجة حصلت له إنه هذا الشيء اللي هو قال عليه ملك بعدين بقى لكن الكيان ده جي خانق اقرأ يقول له ما أنا بيقارق فخانق لحد ما خلاص إزرق الراجل لا اقرأ وبعدين الحاجات اللي نزلت كانت إيه اقرأ باسم ربك الذي خلق مش كده لكن يعني الخضة الأولانية ما فيهاش لا رفق ولا جمال ولا جلال ولا أي حاجة فيها رعب هو محمد ده ما كانش مثلا للبشرية مثلا ما وقفش ليه في الجبل اللي هو كان مستخبي فيه ولا اللي كانت تأيه فيه ده في وقتها في غار حراء مثلا وجاله الملاك بقى زي ما كتاب المقدس مثلا بيتكلم على الملاكة إنه لما يجوا يقولوا سلام ولأنه ما يجوش يرعبوا الناس بيقدموا رسالة يقولوا زي ما شفنا مثلا يا محمد إن ربك لا يقرقك السلام مثلا ليه لا دخنوا وإقرأ يقولوا ما أنا بيقارئ فما كانش يعني ما تتحكوش علينا مش هي دي البداية وإنه مش البداية إنه يعني طب أنت مثلا مثلا اقرأ دي وأسفة بسم الله الرحمن الرحيم مثلا هتبتدي بيها الفتحة اللي في الآخر بتتكلم فيها عن اليهود اليهود والنصارى وإنهم كفار ومش عارف إيه وإنت قاعد في نفس القاعدة بتقول لا ما هو مصطلهم بردو يعني ممكن يدخلوا الجنة في نفس القاعدة غير المغضوب عليهم ولا الضالين مكناش نعرف الكلام ده فلو سمحت تبحث ولا تقبل اللي بيقوله لك الناس يعني العلماء الإسلام لا تقبل هذا الكلام لأنه فيه تدليس هو مش بيقولك كل الحقيقة هو بيديك على قدك عشان ما تنسوش إنكم بيتقال عليكم العوام يعني خليك برضو يعني ما ينفعش كده ما تديهمش كده الكلام مرة واحدة الكلام ده ما يتقلش كده ده لازم يتقل لناس درسين على اعتبار إنه عقل المسلم التابع للإسلام قاسر فلا تقبل إنه يكون قلبك أو عقلك قاسر لإنك في هذا الأمر تضيع حياتك الأبدية لما لما نزل القرآن على محمد كان شيء مرعب فيه كده شيء بيخنقه قالونا إنه دي معجزة دي ما كانش معجزة ده كانت تعذيب ورعب ومش تواصل إلهي أبدا خليني هشوف الفيديو الأخير ده معاكم وبعدين نكمل في الحلقات القادمة خلانا نتأكد إن فيه دين أو ليه الدين ليه الإسلام هو دين صحي يعني أنا إيش عرفني أنا ولا شفت ربنا ولا شفت سيدنا محمد ما شفتش أي حاجة أنت ولد عرفت كذا حفزت وبنيت على أساس اللي قابلي كان مبني عليه على الأساس إحنا ما اتجهناش إلى الدين لأن اللي قابلنا عملوا كده إحنا اتجهنا إلى الدين لما رأيناه أنه بدأنا بالجمال لما رأيناه أنه أمرنا بالخلق القويم لما رأيناه أنه دعانا إلى نموذج متوافق مع الفطرة هو ليه الإسلام يعني الدين الصحي يعني ليه مش دين تاني لأن الإنسان هو محور هذا الكون فالإنسان هل يريد الظلم ولا لا طيب هل يريد الفحش والطغيان لا وهكذا هنفضل نقول لا 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 إذن فالإسلام متوافق مع الفطرة أوكي أنا هعلق على الفيديو ده ودي هتكون نقطة الختام عندي هو قال لها إنه الإنسان ليه إحنا يعني لازم نؤمن وأنا ما عنديش أدلة البنت بتقول أنا ما عنديش أدلة ليه ف قال لها بصي هو علشان خاطر الدين الله تواصل معنا بفكرة الجمال والكلام ده كله وإنه الله كان رقيق في التواصل معنا وبعدين قال لها إنه بصي الإنسان هو المركز فأنت دلوقت عرفت منين إن الدين ده هو الحقيقي لأنه هو الإنسان عايز الحاجة الغلط فقال له لأ هو الإنسان عايز كذا لأ ده غلط اللي تقال ده غلط لا الإنسان طبيعته أنانية وطبيعته فاسدة والإنسان إن لم يقترب من الله بيتجه للشر على طول وإنه الإنسان هو المركز ده ضد الحقيقة الكتابية لأنه لو كان الإنسان هو المركز فإنت حطيت الله خارج الإطار الكتاب المقدس يعلمنا إنه الله هو مركز الكون السيد المسيح هو مركز الكون هو مركز الحياة ويجب أن يكون مركز حياتك أنت عندما يكون الله مركز حياتك فإنت هتعيش بالطريقة اللي ربنا عايزك تعيش بيها زي ما المسيح قال كده للسامعين ليه في الوقت ده قال لهم أنت كونوا ودعاء لأن أنا وديع كونوا قدسين لأن أنا قدوس كونوا رحماء لأني رحيم اعتوا أكتر من ما تاخدوا هتتغير طبيعتك لأنك تكون حسب طبيعة قلب الله لكن لو ترك الإنسان وحده لو ترك الإنسان وحده في نفس الموضوع وأيضا لماذا أنا مسيحي إلى اللقاء